المساعة الخير مشاهدي قناة الساحة والجمال اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع رانيا احنا النهاردة ان شاء الله معنا ثلاث فقرات الفقرة الاولى فقر بيوتي نيوز وهتبقى معايا دينا رادوان ميكاب ارتس اهلا بيكي دينا اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي كل تبقى قوليه النهاردة بقى هنتكلم عن ايه عن موضة 2020 عن موضة 2020 وينتر 2020 الشتة 2020 ايه الالوان اللي هنستخدمها هنتكلم عن عيوب الكنتور ومميزات الكنتور هنتكلم عن الايلاينر هنتكلم عن اللبستيك ايه الارواج اللي احنا هنستخدمها اهلا هناخد بريف سريع كده شوية تيبس كده وتريكس على الميكاب في 2020 اوكي نبتدي الاول بالكنتور وعيوب الكنتور والمميزات بتاعته وندخل في شتة 2020 اه اه هو الكنتور طلع موضة جدا وكان ترند جدا السنتين والثلاثة اللي فاته بس هو الكنتور دلوقتي في 2020 ما بقاش موضة جدا هنعمله وهنحدد بشرتنا به وهنداري عيوبنا به بس هو مش هيبقى بال من هو يبقى باين اوي زي ما كان بيبقى معمول السنين اللي فاته يعني شنحدد الوش كله اللي عنده دفوع هو اللي ممكن اللي عايز يبرز حاجة في وشه وعايز يبرز خدوده وعايز يبرز يصغر مناخير وعايز يبرز شفايفة هو ده اللي هنتخدم فيها الكنتور وهنعمله بطريقة غير مباشرة مش بالاسراف اللي كان معمول مش بالتقل كمان اه 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 لا 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 خالص ودرجات الكنتور بداختلف من بشرة لبشرة اه انا بشوف كمان طالع يعني في الاواخر كده بيطلع على اليوتيوب ناس بتحط تبقى جراي يعني مش براون ولا مش بني ولا لا كل بشرة لها درجة يعني البشرة السمرى ليها درجة لون في الكنتور اللي هي على اورنج شوية اورنج البني البشرة الغمقى خالص اللي هي غمقى خالص دي اللي بتبقى على جراي البشرة الفتحة ده بيبقى على اورنج فاتح شوية يعني الجراي يستخدم مع الصمر مع الصمر مش البني عشان ينفق يتدمج مع الفونديشن ما يبنش يحدد يعمل ظل هو إيه الكنتور عبارة عن إيه أنه هو بيظلل أماكن في الوجه يديكي إيحاء أن هي برزة فخلص نمر كنتور توماتش في عشرين وعشرين هيبقى فيه كنتور بس بسيط شوية وبعد كده بقى الايلينر في عشرين وعشرين هو الهيرو هو الاستار الايلينر بقى المسحوب لسحبة الكبيرة كله لأسامات بتاعت الايلينر بس الأكتر اللي هو المسحوب اللي هو وينجد لاينر اللي هو ساحب العين لفوق بس كل أشكال الايلينر درجة في عشرين وعشرين فايعة واللي هي مدموجة وعملة سموكي آيس بيها التفين وعمل وينج كل أشكال الايلينر موجود في عشرين وعشرين وعشرين ورجع بقوة جدا وبالنسبة لألوان الروج بقى في الشتاء الموف النبيتي الأحمر كل الألوان الغمقى في شتاء عشرين وعشرين طلع ترند الأرواج اللي هي الدكنة اللي هي تبرز يعني الوش يبقى بسيط والفونديشن هادي العين بس ممكن آيلاينر من غير أعيشهاده والروج هو الهيرو بقى عفلش هو الاستار وليه بلاينر لسه موضة لأنه ساعات بيبقى موضة وساعات يقوله لا خلاص ما مفيش لي بلاينر بس هو اللي بلاينر لسه موضة بس لازم يبقى مدموج مع الروج والباني مش متحدد قوي ما يبقاش أغمق من الروج من سنتين كان طلع موضة تاني إن هو يتحدد ويبان بس ما حدش عمله فشلت الترامي ده فشل ما حدش قدر يعملها حتى كان بيبقى فيه بروديكتس طلعه عملاق عملا نص روج ونص رققه بس ما حدش يعني ما شفتش حد استخدمها كتير بس هو اللي بلاينر موجود بس لازم يبقى مدموج مع الروج بحيث إن هو بس بيحدد وبيدي كونتور للشافية تمام وبالنسبة للآي شادو يعني هل برضو الآي شادو ألوان بقى اللي هي المليتي الزيتي الحاجات دي؟ لا 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 الاسموكي آيس طبعا بكل درجاتها بنيات السودات بكل الدرجات اللي هو الخوخي البيتشي ده فنسواري فنسواري والجولد بقى الجولد والسيلفر هو التراند دلوقتي اللي هو يبقى على جليتر كمان شوية أو الشيمري اللي هي الألوان المخملية هو ده التراند جدا يعني اللي هو الجولد تلاقي اسمه يعني آيلاينر وجولد بقى بين فوق الآيلاينر بيدي مساحة على العين وبيدي أتراكت اللي عين أكتر وبيدي واسع العين ويتحس إن اللي عين ظهر أكتر في الوش طب قولي لما بنيجي نختار بقى لون الروج ساعتني بقى مش عارفين نختار اللي يليق علينا احنا ولا على الهدوم يعني مثلا لبسة أحمر حط روج أحمر ولا أحط لو مش لايق علي الأحمر مثلا أحط حاجة بقى الميكب بيليق علي كل اللي شوش وكل يعني أنا ده رأيي أنا شايفة هي بشرة ونسمش بيليق عليها ألوان معينة لا هي بقيت الميكب اللي تحط في الوش مش الروج بس هو بقيت الميكب اللي حط في الوش أنت ممكن تحطي لبسة فستان أحمر تحطي روج أحمر بس ما تعملي ليش سموكي آيس تقيلة وحط فيها نبيتي أو لا خلاص الوش هو الهيرو مع الفستان يبقى الوش والعين هتبقى هادية لاشز ماسكارا آيلاينر خفيف بس لكن يعني أنا ضد الناس اللي بتحط عشاده لون اللبس بيبقى كأنهم بالت واحدة كأنهم لون واحد فمش بيبان طب إزاي نعمل ماتشنج يعني لابسة لون إزاي يختار حاجة ماتشنج معي أنا دايما مع قصة ميكسنج الأروج مش لازم تجيب اللون وهو ده اللي تحطيت طلع زي ما هو أنا بعمل كده انت تقداري صح انتت تقداري ودلوقتي بقى فيه ترند بتلاقي محلات وناس بتلقايا في مولز عاملين انت بتروح تعملي تقصميز الروج بتاعك وتعملي ده وتسميه باسمك كمان فانت تقداري تعملي كده تقداري تقصميز الروج بتاعك تقداري تجيبي كذا روج وتجربي اللون هتلاقي الدرجة بتاعتك انت تطلعتيها وخلاص هي دي بقى الستكية وهي دي اللي هتلقي عليك طب قولي لي بالنسبة بقى بالنسبة للمناخير إيه أحسن طريقة نعمل بيها كل مناخير وكل وش مختلف عن التاني يعني لو المناخير عايزين نداري فيها حتى كل وش مختلف عن التاني أو اللي هو الوش البيضوي غير الوش اللي هو المسلس كل وش مختلف عن التاني وليه طريقة كنتور مختلفة فيه وشوش ما ينفعش نعمل لها كنتور أصلا اللي بتبقى عظمها متحدد اللي هي قريدي التشيكبونز عندها موجودة واللي هي العظمة الفكين بين ومناخيرها خلاص هي قريدي متحددة وصغيرة فإحنا هنعمل كنتور ليه ليه ومش لازم نعمله خلاص المناخير مثلا الطويلة إحنا بنحاول نقصرها شوية فبنعمل الكنتور في المنطقة اللي من تحت المناخير العريدة بنحاول يعني نعمل كومفلاش كدير إن هي أرفع شوي فبنعمل كنتور من الجنبين فهي كل الوش وكل تفاصيل الوش ليه كنتور مختلف أوكي طب قولنا تنصحين بقى في إيه في 2020 طريقة الميكب الحاجات دي بسي أنا دايما بالنهار أهم حاجة بالنهار عشان بالنهار الناس بتنزل حتى ميكب كتير جدا لس اس برفيكت كل ما نقلل كل ما يبقى كل ما يعني كل ما انت حط مش بكتره طبعا الحاجات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب والسوشيال ميديا وكمية كنتور وإيلاشيز وإيشادو هم بيعملوا ده علشان هم بيبرموتوا نفسهم يعني بيسوقوا نفسهم لكن في الحياة طبعا احنا مش هنعمل كده مش هننزل بالفول ميكب ده كله فلاس اس برفيكت يعني كل ما تحطي حاجة لايق عليكي لايق على بشرتك لايق على ملامح وشك هتبرز جمالك اكتر ان هو ده الميكب انت بتحطيه علشان تبرز جمالك مش تغطي عليه وتوحشيه بالماء فهو انت تشوفي ايه اللي بتحس انت مرتاحة فيه وافضلي عليه هو ده يبقى انت ده السيجنتشر بتاعتك انت طيب اخر حاجة سألك عليها بقى البي بي كريم و الفونديشن ابüne صبح احسن نحط البي بي كريم هو صبح طبعا لازم طبعا الواقي الشمس ده قبل اي حاجة والبي بي كريم طبعا بيه اخف من الفونديشن يعني موضح ايه اخف من الفونديشن فيه نسبة واقي الشمس ممكن تستخدمي السبح بس الاخف البي بي كريم بيبقى هو كريم يعني اساس متاعه كريم مش بسم فوديشن اكتر بس بيه kannuma في الاسبي اف يعني بيبقى فيه اوق realize وقيمة أفضل كمير مرسي يا دينا مرسي جدا لي خلصنا فقر بيوتي نيوز مع دينا ونطلع فاصل ونركع لكم تاني اهلا بيكو رجعنا بعد الفاصل والفقرة دي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي ازاي نحب نفسنا وازاي ندي للناس لان احنا لو ما حبناش نفسنا مش هنعرف نحب الناس ولا ندي للناس حاجة الفقرة دي معايا مي مختار هي كوتش ببرمجة لغوية وريكي ماستر ازاي كمي عايزين نعرف الناس ايه هي ريكي ماستر او ريكي عموما يعني ريكي عموما ده علم اكتشف في اليابان العلم ده بيستخدم الطاقة اللي في الكون كله من اجل علاج الشخص لو عنده مرض عضوي او مرض نفسي ممكن او الم يعني مش حصبية الم اكتر يبقى عاطفي الطاقة بتعالج كل ده بتعالج لو حد عنده مثلا علم عضوية زي مثلا علم في الظهر علم في الرقبة علم ما بيعرفش ينام كويس حالته المزاجية مش كويسة حالته النفسية مش كويسة عنده خوف شديد من حاجة زي بيبقى عندهم فوبيا كل الكلام ده بيعالجوا الريكي عن طريق جلسات بيعملها الريكي مصدر او الممارس الريكي يعني عامة تانية والجلسة بتبقى حوالي ساعة تقريبا من اعمالها للمريض وبعديها من حد ازا كان ممكن محتاج جلسة تانية او تالتة او من اول جلسة ولقينا في استجابة وشفة طيب عايزين نعرف الناس الجلسة دي بتبقى ازاي الجلسة دي بتبقى بكلام زي مثلا دكتور نفسي او كوتش ولا بتبقى بحاجة معينة بتعميله حاجة لا الجلسة المريض دي بيبقى نايم على زي سرير المساج كده والمريض بيتعمله بالايد بستخدم الطاقة اللي في الكون عن طريق ايدي ان انا ما بتبقاش للمس الجسم بس بيبقى من فوق الجسم وبنعمل الجلسة من اول الدماغ لغير اخر الرجل وفي كذا طريقة للاستخدام الريكي بس ده الطريقة الشائعة اكتر يعني والجلسة بتقعد حوالي 45 دقيقة لساعة وبيبقى ده الطريقة اللي بتعالج بيها المريض بالريكي بالطاقة يعني ممكن بقى المريض يحتاج كم جلسة هو على حسب طبعا السيفيريتي بتاعت الحالة يعني لو حالة سيفير قوي يعني في امريكا بيعالجوا الكنسر حتى بالريكي مع العلاج اللي ماشي بيه طبيعي الكنسر نفسه ولا الحالة النفسية اللي جاي مع الكنسر الكنسر نفسه والحالة النفسية اللي اتنين طبعا ولان الحالة النفسية بتأثر في المريض ما هو لو حالة النفسية بقت كويسة هو بيعالج أو بالشفاء بيبقى أسرع صح الاراضة عن دور طبعا طبعا الاراضة والحالة النفسية تلعب دور جدا في الشفاء تلعب دور كبير في مصر هنا لو احنا يعني مش بنعالج قوي الكنسر لسه او انا شخصيا ما قابلتش حاجة لزي كده قبل كده بس الحالات الكتيرة اللي بتجيلي بتبقى ألام فتبقى الجلسة او اثنين تلاتة ماكسما مفروض يبقوا ثمان جلسات من اربع لثمان جلسات يكون مفروض الشفاء حصل لو ما حصلش الشفاء بنمد ونشوف ايه جزور المرض ده ايه عشان برضو نحاول نعالج جزور المرض ايه طيب قبل الحلقة كنت بتكلم معيكي وموضوع مهم جدا ازاي نحب نفسنا ازاي في ناس بتبقى يعني مش طايقة نفسها وشايفة نفسها ان هي مش نكحة وفشلة ويعني كده ازاي يبوصل نفسهم بطريقة بوضع البرمجة اللغوية العصبية هي بالزبط هو ده ان انا ازاي ببرمج نفسي وبكلم نفسي ازاي طريقة كلامي لنفسي ازاي يعني كتير جدا بتطعطي قول نفسها انا فشلة انا تخينة انا مش حلوة طبع انت كلمك ده لنفسك بدلت قولي لنفسك على مر السنين وعلى مر الايام بتقنعي بي نفسك وفي الاخر بتقنعي بي لقدامك غصب عنك حتى لو ما قلتيش ده لقدامك بس انت بتقنعي بي من كتر ما انت قلتي لنفسك بينما انت لو شفتي نفسك حلوة وقلتي لنفسك ازاي كل يوم الصبح انا كويسة انا شكلي كويس انا مش غبية انا شاطرة انا حلائكتي القولي بعملها كويسة بكلم نفسي وبدل نفسي نفسي positive talk او positive self talk او اللي هو الكلام للنفس الايجابي بكلمه النفسي مرة في مرة في مرة هاقتنع بيه هو البرمجة عبارة عن ان انا بقنع نفسي او بقنع غيري بالفكرة اللي عندي اقنعت نفسي بالفكرة ان انا حلوة شكلي كويس مش تخينة مش غبية مش فشلة بقنع نفسي الده بكلام ايجابي انا شاطرة انا كويسة انا مش تخينة انا نجحة في عملي انا نجحة في حياتي لما افضل اقول نفسي الكلام ده كتير كل يوم حقنع نفسي الده وفي الاخر حقنع كل اللي حوالي يبدأ من غير ما حتى اقوله لهم قلت لي قبل كده ان لما قعد اقرر حاجة 21 يوم تمام عايزة كيبقى تقوليها المشاهدين عشان يعرفوا تمام هو احنا كلنا لو قلنا نفسنا كلام ايجابي لمدة 21 يوم ده حقلقص هي يخش في النظام الحياتي وحيبقى برمجته النفسي برمجة عصبية بحيث ان انا كل يوم حسح الصبح حقول مثلا نفسي انا نكحة انا 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 استاهل الحب انا نكحة في حياتي انا شكلي كويس حفظة لو اقول نفسي ده لمدة 21 يوم هيبقى جزء من السيستم بتاعي زي ما بالظبط زي ما بيقولوا لو واحد دلعب رياضة لو نزلي يمشي كل يوم لمدة 21 يوم بعد 21 يوم هيبقى ده من السيستم بتاعه حيخلص هيبقى ده في السيستم بتاعه هيمشي كل يوم عادي كرياضة يعني فكذلك برضو لو انا عملت ده مع نفسي حقنا نفسي بدا وهحب نفسي حاجة مهمة جدا ستات كتير جدا مش بتحب نفسها طب انت لما متحبش نفسك بتنقلي ده لولادك غصب عنك بتنقلي لولادك فولادك هيطلعوا مش هيحبوا نفسهم برضو طب انا هحب نفسي عشان نفسي وعشان ولادي وانس ان انا حبيت نفسي وشفت نفسي كويسة قدام ولادي أولادي هيشوفوني كويسة وهيسمعوني بتكلم كلام كويسة عن نفسي فهيكلموا عن نفسهم كويسة مش هيبقوا هما كمان بالتبعية تقولك برضو انا لا ده انا فشلة ده انا زي مامتي ده انا فشلة او انا مش كويسة او انا مش شطرة في المدرسة او 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 بالعكس انا كل ما اقناعت نفسي بدا وكلمت نفسي بدا في ناس بيقفوا قدام المراية يقول نفسهم من الكلام ده تسحى الصبح تقول نفسهم في المراية أنا كويسة أنا مجحة بس طيب ممكن بقى نبرمج حد يعني ممكن مثلا يبقى عندي ابنة أو عندي زوج عنده فكرة معينة هي سلبية في دماغه هل أنا ممكن أغيرها منه ده ممكن يحصل برضه عن طريق أن أنا أفضل بيسموها بالإنجلش في الأفرميشن أفضل أقول ده للشخص الكلام ده أفضل أقوله أنت شاطر أنت كويس مثلا ابني مثلا لو ابني قال لي مثلا أنا فاشل لأ أنت مش فاشل أنت شاطر وأنت كويس بدليل أن أنت كويس في كذا وفي كذا وفي كذا أظهر له الحاجات الحلوة فيه بزر أظهر له وشاطر في إيه أكيد مش هيبقى فاشل في كل حاجة وأكيد مش هيبقى كويس في كل حاجة فأنت لأ ده أنت كويس مثلا في الرياضة ده أنت كويس في العلوم مثلا الأدبية أو أنت كويس في العلوم الرياضية طب ما أنت شاطر في ده لا أفضل أقوله له كل يوم كل يوم لغاية لما هو يقتنع بنفسه وحفهمه ان انت لو قلت على نفسك ان انت فاشل هتكبر الفكرة في دماغك وهتكبر طول عمرك وانت متخيل ان انت فاشل وهتنقل الفكرة دي بالتبعية للاخرين وده اللي احنا مش عايزينه طبعا احنا مش عايزين حاجة زي كده احنا عايزين ان البني ادم كل ما عنده positive outlook على نفسه كل ما انا قل ده اللي حواليه صح طيب قوليلي بالنسبة للمبادرة احنا نعمل حاجة لنفسنا برضو حتة ان احنا مفروض نزل نفسنا زي جفت او هدية او نعمل نفسنا مكافأة زي ما بيقولوا علشان خاطر اللي عرف نستمر انا من وجهة نظري انه كل واحدة ست سواء بتشتغل او رب البيت او قاعدة في البيت لازم تعمل نفسها حاجة ولو حتى نص ساعة في اليوم ده بيديها احساس ان ليها كيان وان ليها غير ان هي ام ام مطحونة في البيت او غير ان هي بتشتغل ومطحونة في الشغل وترجع البيت مطحونة في البيت برضو هي لازم تبقى بتعمل حاجة لنفسها وممكن تبقى الحاجات دي بسيطة انا مش بتكلم على ان انت تعمل نفسك حاجة بفلوس كتير حتى لو واحدة اقتصادياتها على قدها او مدياتها على قدها هي ممكن تعمل حاجة حلوة لنفسها زي ايه زي ان هي مثلا بعد ما ولادها يناموا او خلاصة شغل ممكن تقعد تنقلها كورنر في البيت تقعد فيك وتمسك كتاب حلوة تقرأه القرية نفسها بتحسن المود ان انا اقرأ حاجة حلوة تحسن لي مودي تحسن لي فكرتي عن الحياة ممكن اقعد اقرأ قرآن شوي لو مش بتحب القرية ممكن تعمل حاجة تاني ممكن تنزل تمشي شوي مش هقول لها روحي الجيم واشتركي في الجيم لو انتي مش مقدرتك ده ممكن لو شربت نسكة فيه او حاجة لوحدها تحس ان هي بس ما تكونش حاجات حلوة كتير تكون حاجة حلوة على قد عشان انا صحابي هالف كوتشز كتير قوي ايو ايو حيضع له مني فقال لأ يعني ممكن تكلي حاجة حلوة بس لوحدك خش القوضة نامي لوحدك نص ساعة يعني على القلق فيها نفسك القوضة ونامي نص ساعة النوم ده في حد ذاته بيتجدد لك انت كده حيويتك يعني خدي نص ساعة نفسك بأي طريقة حوي تاميل ده ستة كتير جدا او احنا اغلبياتنا يعني بنحد ننزل نشتري حاجة نفسك اه جدا يعني ده الواحده بحد ذلك ده مكافأة الواحدة اه ما تنزلش بالولاد نزلي الواحده تشتري نفسك حاجة حلوة انشانه حتى لو روج اي حاجة تبسطي بها نفسك بس تحسي ان انت عملتي ريورد لنفسك عملتي كافأتي نفسك مكافأة حلوة وزريفة اخر النهار انه انا قارت حاجة حلوة اكلت حاجة حلوة الواحدة نمت شوية الواحدة نزلت مشيت اشتريت حاجة نفسي حلوة رحت قابلت صحابي شوية لو حتى ساعة بس لازم تكافئي نفسك اخر النهار على يوم الشغل الطويل علي تعبك مع الولاد على تعبك في البيت لازم تكافئي نفسك زي ما بنكافأ الولاد و بنكافئ اللي حوالي بنكافئ نفسنا بالزبط ده احنا الاولى بنكافئ نفسنا لان انا لو حبيت نفسي وبقيت كويسة مع نفسي أنا حبقى كويسة مع الآخر طيب ويبقى نصيحة عامة للناس إزاي يحبوا نفسهم وإزاي يبرمجوا اللي حواليهم يعني إيشوا في حياة سوية والله إحنا كلنا عايزين نبقى ماشي حياة سوية أكيد سوية من غير إحباطات من غير محد يأثر حولينا علينا لأن في ناس بتبقى ساعات مشية في سكة كويسة وهم أرد نجحين بيلقوا ناس حواليهم بتحبطهم أنا مسحتي بحاجة زي كده أنه نعمل إيه أن إحنا لما نسحل النوم الصفح أقعد أكتب أو حتى أقولها النفسي وكل يوم الصفح يراتني أنا دا كل يوم الصفح أقعد أكتب أنا أعد أو أعمل كده زي واحد اتنين تلاتة زي تدولست بس زي تدولست بس أنا هعد النعم اللي عندي كمثال هعد أقول الحمد لله أنا عندي سقف وبيت دافي غيري ما عندي نعمش بيه دافي أصلا الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله ولادي كويسين الحمد لله أنا بشوف وبسمع وبمشي غيري ما عندي همش كل الناع عندي الحمد لله على نعمة أن أنا عندي شغل مثلا ودي أشتغل أو أن أنا عندي زوج ومحافظ علي أو هبتدي أعد النعم دي وكتبها ربنا إلينا وإن شكرتم لأزيدانكم فإحنا كل ما هنشكر ربنا إلا أنا هفتكر نعم عليه نعم علي كل ما هفتكرها وكل ما هحصيها على قد ما قدر طبعا لأن نعم ربنا جديرة جدا علينا أنا للأسف للأسف الفقرة أخلصت للأسف ومرسي جدا وكان نفسي نعود أكتر تدينا نصايح في موضوعنا نحمد ربنا إزاي بس أكيد بإذن الله في لقاء تاني مرسي جدا يا مية بشكرك هنطلع في وصل ونرجع في فقرة كلام موزونا رجعنا لكم بعد الفاصل وإحنا الوقت في فقرة كلام موزون مع الدكتور كريم همام أستاذ الخدمة الاجتماعية مساعد جامعة حلوان ووكيل معهد إعداد القادة ومدرب معتمد من الجامعة الألمانية أهلا بيك يا دكتور كريم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تحقيق الأهداف إزاي نعيش عندنا هدف ما نبقاش عايشين بلا هدف مجرد إن إحنا عايشين وخلاص أو عايشين علشان نهدم ناس تانية فدكتور كريم هيكلمنا دلوقتي إزاي نحدد هدفنا ويبقى هدفنا يخصنا إحنا ما يخصش ناس تانية ده شيء جميل جدا بس يبدو في بداية الأمر دايما للشخص لما بيجي يحط أهداف إن الأمر ده ممكن يكون سهل أو متعارف عليه أو اللي هو أنا ما عنديش هدف واحد بحيتي موضوع ده يمكن من المواضيع المهمة جدا في حياة الواحد لأنه طالما حدد لنفسه طريق أو هدف أو خطة قدام يمشي عليها يضمن تماما أنه هيوصله في يوم اللي وقبل البداية قبل ما نتكلم على إزاي ممكن نحط هدف كمان لازم يبقى وغدين في بالنا إن الناس عايشة في المسرح بتاع الحياة ده لو هنقولها في شكل قصة مجرد ما بفتح حانية الصبح أصحى من النوم لغاية ما بنام بمر بثلاث حاجات بدايتها إن أنا دايما وتبقى للخلايا اللي موجودة في مخ الواحد اللي هي بيسموها خلايا مرآتية أحيانا بشوف إن الدنيا مثالية أو المفروض الناس تبقى زي بالزبط في ردود أفعلها هذا مش حقيقي أو مش واقعي أو مش على أرض الواقع كتير جدا بتلاقي الشخص نازل الصبح من البيت وهو متدايق أو 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 وتلاقيه بيتوقع من الشخص الآخر إن هو هيتحك في وشه لا إطلاقا الحياة ماهيش مثالية حتى بيقولك الحياة مش عادلة ودي تجيلنا للنقطة التانية المهمة جدا إن مفيش عدل في الدنيا بشكل كامل الحياة مش عادلة تماما كان مرة حضرتك أو أي حد من السادة المشاهدين عندنا اللي بيتفرجوا يمكن كان عندهم شغل كويس عملوا حياة كويسة جدا ومع ذلك ما حدش أقولهم شكرا بتحصل طبعا كتير بيحصل فتلاقي دايما إن الشخص بينتظر دايما الشكر على الفعل اللي هو أعمل وطب إن لم أحصل على هذه القيمة أو على هذا المعنى أشكر نفسي هو ده ده الصح فعلا المفروض أعمل لنفسي حاجة اسمها مكافأة ذاتي يعني يكون عندي كده حاجة بكافئ بيها نفسي كتير مننا بتلاقي إنه هو ما بيعملش الحاجات اللي نفسه فيها لا مش وقته أنا آخر حاجة أفكر فيها أنا بالعكس أعمل لنفسك دايما وعمل لنفسك دايما مكافأة ذاتية كل ما أوصل لهدف ما في حياتي أبتدي أشجع نفسي وحفز نفسي بالمكافأة الذاتية دي اللي هتخليني بعدين أعرف أوصل للهدف الأعلى منه نيجي لتالت نقطة كده في مصرح الحياة مجرد ما الواحد يفتح نين لغاية ما بينام حاجة اسمها الصدمات جابوا بورتوانا كده وابتدوا يعرضوها على الناس ويقولوا للناس التالي لو عصرنا هذه البرتوانا هيتطلع من جواها إيه؟ كانت صدود فعل الناس متفاوتة بعض الناس قالت هيتطلع من جواها عصير هيتطلع من جواها بورتوان لغاية ما فيه حد من الناس قالوا اللي هيتطلع منها هو اللي جواها إذن والمعنى والدرس المستفاد هنا إن أنا دلوقتي عايز يطلع مني إيه؟ في وقت الصدمات والوقت الضغط عايز يطرى لما أعصر في هذه الدنيا والدنيا ما هيش عادلة زي ما قلنا ولا مثالية يعني أكيد هلاقي صدمات في الشغل فقدان أحد الأقارب أحد الأحبة حاجات كتير يطرى في هذا التوقيت نفسي يطلع مني إيه؟ فأغزي روحي وغزي عقلي وقلبي بالله أنا عايزه وأنا في الشغل لو أنا عندي مثلا ضغط جامد جدا وعايز يطلع مني في هذا التوقيت شغل مناسب وجميل وعلى القدر المناسب قوي أعمل إيه؟ يبقى غزي نفسي بأن أنا أتعلم أكتر أعرف مهرات جديدة داخل شغلي طب في الحياة العامة عايز لو حد لا قدر الله فقد حد من الناس الأقارب يطرى المفروض يبقى إيه اللي يطلع؟ عايز أبقى سعيدها راجل راضي بقضاء الله وقضاء يبقى غزي روحي بالنواحي الدينية كنت تكلمتني قبل كده عن الأماكن السلبية والشخصيات السلبية في شخصيات سلبية في حياتنا كتير بتأثر علينا نبقى إحنا بوزيتف وإيجابيين ونزلين كويسين تلاقي حد سلبي فجأة اقتحمك بمكالمة تليفون اقتحمك بأي حاجة قلب موض اليوم خالص جدا دول إزاي نتجنبهم؟ ده ده سؤال ممتاز كتير جدا بتلاقي فعلا بعض الناس بيبقى بيبتدوا محبطين أو يبتدوا لا مش هحصل مفيش فائدة أنت بتفكر إزاي؟ ده آخر حاجة ممكن تتوقع هما ثلاث حاجات ثلاث حاجات يجب أن أنا وجيهم جدا عشان أعرف أحقق هدفي في هذه الحياة عشان أعرف أحقق هدف أنا حطيته قبل كده وعشان أعرف كمان الهدف ده يبقى مرئي بالنسبالي ومتشاف كتير جدا كانوا بيقولوا لحضرتك اكتب هذا الهدف وعلقه عندك شوفوا كل يوم الصبح أول ما تصحى منه شايف هدفك مكتوب لو مش عايز تكتبه حطه في المحفظة عندك حطيه في شنطتك لو مش عايز أحد يشوفه حطه عندك في قطة المكتب حطه عندك جهة جوة دولب أهم حاجة يبقى الهدف مكتوب حطه على التلاجة آه فيه ناس بتعمل كده كتير كتير طيب كتبت هذا الهدف كانوا في الأول بيقول للحضرتك يمكن الدراسات اللي قبل كده بتقول إن أنا لازم أقول للناس على هدف بتاعي عشان خاطر الناس تساعدني في تحقيقه حدش بيساعد حد خالي حقيقي بالإضافة إلى كمان وده هي جرانة الحدثة بتاعة الناس سلبين بالإضافة إلى آخر الأبحاث الحديثة قالت لحضرتك قالت إن أنا دلوقتي لو قلت للناس على هدف بتاعي بيعملوني على هذا الموقع اللي أنا عايزة أوصل وليكن أنا عايزة أبقى دكتور فهبتدي أقول للناس إن أنا عايزة أبقى دكتور فالناس فيه الرائحة والجاية إزاك يا دكتور أعمل إيه هيبتدي أحصلي إشباع داخلي وعقلي وروحي من هذه الكلمة نابق الدكتور خلاص بالضبط لدرجة إن أنا ممكن ما سعيش بالفعل إن أنا حقق اللي أنا عايزه فخلي هذا فكليك أنت قول للناس آه بس ما ما تتفسروش قوي ما تدخلش في الدقائق بتاعته جدا ما تتعمقش فيه مش كل حاجة عن الواحد الناس تبقى عارفها لماذا؟ لأن في بعض الناس سلبين تلات حاجات زي ما كنت بقول لحضرتك اللي يجب إن الواحد يخلي بينه وإنها كويس جدا أولا الناس السلبين كتير جدا بتلاقي عندها في الشغل أو في البيت أو في الدراسة ممكن تلاقي دايما زميلك زميلتك ممكن يكونوا محبطين شوي بتشوفيه الصبح أول حاجة يعملها تلاقي يجيل حضرتك يبتدي اشتكيلك عن اليوم اللي حصل له مبارح ويايا وحاجة كتيرة جدا طيب أعمل إيه؟ بعض الناس لما ببتدي أطرح معهم هذا الموضوع يقول لي طيب إحنا ممكن نشيل هذا الشخص من حياتنا خالص إطلاقا هو الأمر مش كده طيب ما نحول إحنا نحول له الحياة إيجابية ده جميل بس لاجب أنا في الأول أعمل حاجة تانية وبعد كده فعلا ده الهدف بتاعي أعمل إيه؟ أنا لازم يبقى عندي حاجة كده اسمها أو اللي هو حاجة شخصي كده لي ممنوع أن الحاجات دي تدخل للمشاعر السلبية أبقى بسمع بهدف أنا بسمع بهدف أن أنا يا إما أحلله هذا الموقف يا إما أكون جنبه فيه يا إما أديله نصيحة ما غير كده لو أنا سمعته ولبست المشاعر بتاعته دي هعود أنا هو على الجنب بنعود نعاية مش هلاقي حد بعد كده ممكن يجي حللنا مشكلتنا ننور على حد تالت فدي أول حاجة الأشخاص السلبين أنا ما اقتنعش بكلامهم أولا ثانيا أنا حطت هدف في دماغي اللي لسه كنت قول المكتوب ده اللي عايزة أوصل له قدام أفضل أسعى وراه وبمناسبة السعي دي عبل ما ندخل في النوتة التانية هو المشكلة اللي تلاقي بعض الناس يقول له لحضرتك ما أنا حطيت الهدف ده في دماغي ومشيت وراه ومحصلش ما وصلتلوش لأ هي المشكلة مش في السعي مرة ده سعي كذا مرة وربنا هي وفقك فمرة من المرة دي اعمل اللي عليك والزيادة يعني ما حطش تايم فريم معين أو وقت معين أقول أنا لو ما وصلتش للهدف في السنة مثلا خلاص أنا هعدل عن الهدف ده أكمل عليه كمان أكملتين أكملتين أعمل إيه هو بيحطوا فعلا وقت معين عشان ينفزوا فيه هذا الهدف طب افرد أنا ما وصلتش للهدف خلال هذه السنة وليكن مثلا 2019 أنا ما وصلتش فيه الهدف بتاعي 2020 لسه بدي طيب أبتدي أحط النفسي بقى أجدول بقيت مراحل الهدف ده أنا وصلت فيه لـ 80% أكمل بقيت العشرين في المية دي وأبتدي أحط لها تايم تاني أخلص فيه وفي الحتة دي لازم أخلي بالي كمان أن أنا بحدد وقتي بما يسمح لهذا الهدف أن ينفز يعني بحط وقت فعلا واقعي لي مننا كتير جدا بتلاقي أن احنا ما بنشتغلش إلا في آخر دقائق خالص ما بنعملش اللي احنا عايزينه إلا في آخر الوقت خالص وقولك أنا لما بتزلق فيه ناس كده ما بتزلق بيبتدي فعلا أن أنا أخلص الحتة بتاعتي لأ هو الصح أن أنا أبتدي فيه من بدري حتى أنا ممكن أذكركم بحاجة كام مرة عملت حاجة وخلتها لآخر وقت خالص لأنها فيها تحدي مش هقول صعبة لأنك لو قلت صعبة مرة خرجت من لسانك بتبقى 25% بيوصلوا لعقلك أن الحاجة دي صعبة قولي صعبة أربع مرات وصلت لـ 100% أن الحاجة دي صعبة فبالتالي خلي كلمة صعبة دي نحاولها لتحدي لو أنا حطيت في دماغي أن التحدي ده جامد أو تقيل فخلته لآخر وقت خالص أعمله تيجي في الآخر وإنت شغالة فيه تلاقي أن الأمر كان سهل فابتدي أنتم ليه ما عملتوش من بدري وزلقت نفسي لهذا التوقيت فلا طبعا أبتدي أعمل نفسي تايم تيبل أو جدول كده للوقت عندي أبتدي أظبط فيه أن أنا هعمل إيه في الوقت كذا طب ده ما أخلص في الوقت كذا أبتدي أن أنا أعيد تاني جدولة بقية الهدف بتاعي حتى التانية بتاعت الناس السلبيين الأماكن السلبية أنا كنت مجهزة سؤال للأماكن السلبية جميل 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 الأماكن السلبية والذكريات السلبية ممتاز 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 والذكريات السلبية كمان مهمة جدا الأماكن السلبية تلاقي بعض الناس اللي عملوا حادثة من مع بعد الشرع للجميع في طريق أنا مش هسوق تاني في الطريق بعض الناس لما بيبقى عندهم في مشاكل داخل الشغلة عندهم في حتة معينة تلاقي الناس بتتكلم لأ أنا عراحل شغل الصبح وأنا مش قادر مش عايز أدخل المكان ده لما بشوف الحيطان بالتاق المكان ليس له أي علاقة بالمشاعر والمشاكل اللي انت عاشتها ولكن ده موجود فيه ده موجود في عقلي أنا بس محدش رسم على المكان ده حاجة بل بالعكس كمان احنا ما بيجلنا حاجة زي كده يمكن بتجنى مشكلة من هذه المشكلات أو حالة من هذه الحالات لحد عمل حادثة في طريق معين بقوله لأ لازم تنزل تسوق في نفس طريقة عشان خاطر تكسر هذا الحاجز لو كسرت على هذا الحاجز اعرف تماما أنه فيه شيء تاني في الدنيا هيقف قدامك أو يخليك تتراجع أو يخليك تربط مشاعر سلبية بمكان سلبي وده يجرنا للنقطة التانية الجميلة جدا لذكريات السلبية كتير مننا بتلاقي حضرتك أننا وأنا قاعد محد وفي موقف بيتدعى بيجي للذاكرة كلام حصل قبل كده شبه الموقف ده وكان الموقف ده فيه خجل جامد جدا كان فيه مشكلة كبيرة جدا حصلت لي كان فيه ضغط نفسي وعصبي جامد جدا يمكن احنا لو ركزنا شوية كده واسترجعنا ذكرياتنا لموقف زي ده هتلاقي أن حضرتك بتريتي يا إما أبتدي أعرق يا إما أبتدي أبلعري يا إما أبتدي أفكر يا إما أنزوي أبسط يا إما أبتدي أبرق وتنرفز فيه اختلافات في المشاعر كتير طيب أنا عايز أقول حضرتك على حاجة الشخص الوحيد اللي يعرف الذكريات دي هو حضرتك حضرتك بحدش تاني يعرف هدية الذكريات غيرك الأغرب في الأمر أنه محدش مهم عنده هدية الذكريات والأهم من كده كمان أن الطبع النفس البشرية بيدي حجم للمشكلة أكبر من حجمها الطبيعة اللي موجود فعلا على أرض الواقعة فبالتالي ما تهولش من المشكلة اللي حصلت قبل كده وخلي دايما عندك قدام فيه تفاؤل وثقف ربنا أن اللي جاي أحسن على طول ودايما نرجع بالذكريات كده وراء كم مرة كنت في موقف ضاغط جدا وقد ظننت أن الموقف ده مش هيعدي وأن خلاص كده نا استحكمت حلقتها خلاص أفلت ومش معدية بعد النقطة دي ومرة واحدة سبحان الله تنفارج جدا وتلاقي الدنيا بيت أحسن بكتير وده كمان مش مجرد تحفيز لأن احنا يمكن نوصل لنقطة من النقطة أن التحفيز هو بيبقى في ساعتها الواحد بياخد عفوا عندي ياخد طاقة إيجابية جمده أو بياخد اللي هو كمية من الباور والإيجابية اللي ما فيش بعد كده ييجي بعدها بشوية مجرد ما يواجه الواقع يبتدي يحس لأ الواقع أكبر بكتير وأتقل من كده لأ هو مش تحفيز هو هدف أنا حاطت هدف قدامي عايز أوصله محدش هيقدر يمناعني من الوصول للهدف ده طالما أن الهدف ده هدف مشروع وهدف هيخليني أحسن واتنقل مرحلة تانية أحسن اسمح لي أقول لك يعني مين يعني اللي يوقف قدامك هل ربنا مش هساعدك إطلاقا بس إمتى بالسعي بالسعي قدام عشان الخاطر أعفوصل للهدف ده ده يمكن الحتة التانية اللي هي برضو المرتبطة بالحتة السلبية دي لما بيجي أصحى من النوم أو جنيام أو حس أن أنا من جواه في خمول أو أو بقى متضايق أو أن أنا بقى كسلان أو مش عايزة ننفذ للهدف ده لأسباب كتير جدا قد يكون منها المزاج الحالة المزاجية دي بقى إزاي نعمل كنترول عليها ده جميل جدا هالمزاجية اللي فجأة الواحد دي بقى كويس وفأمنت الله وحله وفجأة تلاقيه قلب أو افتكر حاجة بيقته أو أي من النوم حسس أنه مش قادر يقوم نهاردة مختلف عن بيت الأيام بتحصل كتير يعني مثلا كتير مننا بتلاقي أن أنت لما بتصح من النوم أحيانا بقى بص في المراية كده النهاردة يوم وحش جدا هو كان فيه النهاردة وأبتدي يعني أحس أنه أنا مكشر أنا النهاردة اليوم مش بتاعي خالص أنا النهاردة خارج عن المزاج بتاعي خالص أو تتموت زي ما بيقوله عندي فيه مشاكل النهاردة كتيرة وأبتدي أنزل الصبح من البيتي بهذا الوجه العابس أقابل أول حد في طريقه أنا مش هتحك فيه بالتالي هو مش هتحك لي نقل لي برضو المشاعر السلبية الأكتر دي أبتدي أركب عربيتي أو أزل أركب الموصلات أو أركب راح جمع راح شغلي راح أقابل أي حد أبتدي ماشي في هذا المود هل يا ترى تتوقع أن بالمقابل الناس ستبتدي تضحك معاك ويخرجوك من هذا المود إطلاقا لا جميل طيب أحيانا تاني بصح من النوم وأنا في قمة ساعتي ومبسوط جدا وهو النهاردة إيه أنا عندي إيه النهاردة إيه اللي مفرحني قوي كده إيه اللي مسؤول عن كده في مخ الإنسان هو بيقوله لحضرتك إذا عارف السبب بطل العجب وبدأ ما إحنا نتكلم على السبب فمش هيبقى عندي بعد كده الحجة بتاعت أنا صح النهاردة ميت داي مش عارفة غير الموت بتاعتي إيه السبب مادة جميلة داخل المخ هي المسؤولة عن نقل الأشارات العصبية ما بين الخلايا العصبية داخل المخ حتى هم بيسموها أحيانا هرمون الساعة مادة أسمعها دوبامين ويمكن اللي تكلم عليها ناس معينين يمكن في العالم كله بيكلموا أن المادة دي بتؤثر تأثير مباشر كتا على ساعاتي بالأمر نرجع بالذكريات كده الورى أول ما الواحد بيقابل الإنسان اللي هيخطبها أو الراجل اللي هيتجاوزه اللي هتجاوزه تلاقي دايما في الأول خالص بتيجي البنت لما تشوف خطبها تقول يا الولد ده جميل ده مش عارف شعره زيبوس لابس إيه بيتكلم إزاي حاجة جميلة جدا وقعد أتكلم على المزايا وعددها جدا اللي عنده وعلى ناحية تانية تماما تلاقي الراجل بيتكلم لو هي محجبة ده الحجاب بتاعها رأى لو شعرها الضد عمنا شعرها مش عارفت إزاي لو 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 هكذا وإحنا عاديين بناكل بتاكل حاجات صغيرة جدا مش بتزود حتى في الأكل يا جماعة دي هتوفر لي تماما ده كله مسؤول عليه مادة الدوبامين وده يجيبني في الحتة العلمية بقى هل الفعل بيتبع المشاعر وإلا المشاعر بتتبع الفعل لأ المشاعر بتتبع الفعل عايزة أقول إيه بعد الثلاثة أشهر بتقول خطوبة دول أو الثلاثة أشهر بيبتدي الواحد يتشل منه شوية الدوبامين كده لأن خلاص أنا تعودت على الفعل اللي أنا بعمله إن أنا بشوف الشخص الجديد ده طب سؤال ما عليك هو بيبتدي الشخص الدوبامين يروح ولا الشخص التاني هو اللي بتدي تصرفاته تبغير يقول أكتر با هم اللي كنين اللي كنين دايما بيقولوا حضرتك في الفترة بتاعة الخطوبة دي الواحد بيطلع أحسن معا وبالتالي كمان المادة بتاعة الدوبامين دي بتزيد جدا فبتخليني شايف أحسن حاجة في اللي قدامي فأنا معايا ملاك حتى تلاقي بعد الفترة تلاقي شو إيه ده لأ احنا كنا عاديين برة بناكل بعد ما خلص الطبقة بتاعها هتاكل الطبقة بتاعي اه اه وتلاقي برضو على النقيد النحاة التانية ده كان جاي النهاردة لابس ألوان مش متناصقة مع بعضيها بيتكلم في كلام مش مهم بالنسبة لي تماما وخلص ففعلا الدوبامين اللي بيفرزه المخ بيؤثر تأثير شديد جدا على الحالة المزاجية وده يجب رونال سؤال أزوده ازاي أو أعمل ايه طيب أنا صحيح بالنوم بالده ده مش بالأكل مش بالأكل إطلاقا لو أنا فتحت الحتة دي أنا مش هعرف أقف فيها لأنه بفعض الناس بيقولوا حقيقة الشوكولاتة ممكن تزود الكلام ده بعض الأكلات الحلوة بعض الحاجات اللي أنا ممكن أعملها تكون بتجيب لي بتجلب لي يا سعادة في حتة تانية جميلة جدا يمكن أنا بقول لماعظم الناس اللي يمكن بنتقابل مع بعض بقول لهم دايماً ابتدي اليوم بتاعي بابتسامة يعني ما تدخل كده قدام المرهية وتوقف كده شوية وابتدي يبتسم في الابتسامة ده بيحصل حاجة ظريفة جدا بيزيد 14% من استيعابك للدنيا اللي حواليك كمان الدم بيبتدي يفرز أكتر لأنه أنت بتحرك عضلاتك كتيرة فبالتالي الأكسوجين كمان الأكسوجين بيدخل لجسمك أكتر بتبقى أنت أكثر سعادة اضمن تماماً أنه أنت لو تحكمت في بداية يومك هتتحكم في بقية حياتك كلها مش اليوم بس ده بيقول لحضرتك أنه حتى تحكم في أفكاري نقول لك راقب أفكارك لأنها سوف تصبح كلمات في يوم من الأيام وراقب كلماتك لأنها سوف تصبح طباع ماذا طباع؟ هتبقى بعد كده كلامي طباع وراقب طباعك لأنها سوف تحدد شخصيتك وراقب شخصيتك لأنها سوف تحدد مستقبلك إذن كله جاي من الأفكار من المخ طيب أعمل إيه عشان خاطر؟ أنا هتحك أه؟ هتحك بس كده؟ لأ هتحك وحط جوه دماغي أنا بعد أما بنزل الصبح أصحم النوم ممكن دي فيه عدتة كمان جميلة بعض الناس تلاقيها على طول عامل المنبّة بتاعها سرينة مطافي وتلاقيها صحية على صوت جرز عالي جدا لأ أرجوك يعني حط حاجة صحيجة بس صوت بطيء أو خفيف طيب ده مش كده وبس كمان أنا بعد الصوت ده مسحاني ما تقومش مرة واحدة منع السرية بنقفله ونكمل نكمل نوم ودي ليها قصة كمان ممكن عشان بنقفله تحكيتني قصة ممكن دي فيها للمجاهدين طبعا الحتة بتاعة القصة دي ده أنا أعجلها بس الأهم ما تنطش منع السرية على طول بعض الأبحاث قالت لحضرتك إيه؟ إن أنا في الوقت اللي أقومت منع السرية مرة واحدة أنا جسمي في حالة ركود مجرد بنقوم منع السرير الدم بتاعي ممكن يحصل جلطات ولا يعزو بالله طيب أعمل إيه؟ أقوم الأول بالراحة أقعد السرير أقرأ الحاجات بتاعتي بتاعتي الصبح أستعين بالله أنه النهاردة اليوم هيبقى كويس وأتوكل على الله وأبتدي أقوم أبتدي أبتسم للدنيا وأتذكر أن ربنا أداني يوم تاني وأقدر أعمل فيه حاجات أنا ما عملتهاش الفترة اللي فاتت أقدر أقول آه دا اللي جاي إن شاء الله أحسن آه دا أستعين بالله وإن شاء الله النهاردة اليوم هيبقى مختلف عن يوم اللي قابليه وأبتسم دكتور كريم أنا أستأذنك تقول لنا نصيحة في الآخر أو حاجة عشان إحنا فضل لنا دقيقة يا دلو كده نصيحة مهمة جدا أنا في عندي كده نصيحة متكونة من خمس حاجات أول حاجة دايماً اسعى خلف الهدف اللي أنت عايز توصله دايماً خليك دايماً توصل لحاجة اللي أنت عايزها مع العلم لا تمنع أحداً آخر إنه هو يسعى نحية هدفه أعمل حاجة اللي أنت عاستعملها ما تعملاش بنفس الطريقة وتاني حاجة دايماً خليك آخر واحد يتكلم في الأعضاء اللي أنت عاعدها هتسمع كل الناس وفي نفس الوقت هتديهم أحساس أن أنت فهمتهم وهتقول كلام ملخص لكل ده وهتبقى داخل بأهداف جديدة وكان نلسون مندلا والزعيم وقائد معروف جداً سألوه إيه اللي خليك تبقى قائد وحكيم كده وتعرف توصل لأهدافك دي قال لهم أنا كان والدي زعيم قبيلة فكنت آخر واحد بأسمع واللي قابليها دايماً بيقول لحضرتك اعتني باللي جنبك على طول اعتنق كل مننا بالآخر بيوصل الواحد دايماً للهدف اللي هو عايزه وأخيراً مرسي جداً مرسي جداً أنا بشكرك جداً فقرة خلصت للأسف بس إن شاء الله لنا لقاء تاني مع بعض ونعود وقت أكتر من كده شكراً الحلقة خلصت وبشكركم وشوفكم الجمعة الجاي إن شاء الله مع السلام